من أروع الحلويات بلا زبدة بلا زيز بمكونات بسيطة واقتصادية بسرعة توجد طعم مراهيب ولد لبتو قاوم وهذه نحضرها معكم بجوز شكيلات بتقنية بسيطة السلام عليكم ومرحبا بكم ونبدو على بركة الله سناخدو كيلو العروب دي الكوكاو أو للفول السوداني اللي تنحمروه في الفرن ما تنقليش هنا كوكاو تندخلو للفرن على نار اللي تكون هادئة تسخلو وتتحمر على ساطره تنطحنو جرش خاشين يعني ما يكونش منيين بزاف فهد الحلوة معروفة عندنا بالمغرب باسم لمعلكا دي الكوكاو أو لا غريبة كوكاو لاحظوا معي القوام قوام نواة خاشين ما يكونش يعني المسحوق عندنا دي الفول السوداني نعيم باش نحافظو كذلك للحجم دي الاغريبة التجيء عاطي للعين ضفت عليها بيتين غرام من السكر الخاشين اللي هي الساندة لقياس دي الوحد الكاس وطولت كاس دي العنوة أو لكوب مهياري شوية دي الملحة نكونوا شوية سخين وتنضيفوا معطة كبيرة من مرباء المشمش نيمكن لنا نعوضوه بمعطة كبيرة من البليكوث أو لناباج أو ما تنفعوه في هاد الحالة تقنية الأولى أننا بعدما نضيفوا الملحة مع السكر تنضيقوا مزيان تندعكوها باش نخرجوا منه هاد الزيت اللي فيه المدة دي الجوج دقائق كافية غي نعطيو يعني نعطيو نخدمها بهاد المرحلة نعطيو ملاحظو معايا تنبقاو ندعكوها بين الأكوف دينا بحالة تنخرجوا منها هاد الزيت لأن هاد الحلوة ما فيها لا زيت لا زبدة اضفت كيس من خميرات الحالويات بيكين باودر دي 14 قرام وتنضيقوا مع الخلات ديالي حتى نوزعوه زيان فهذا الدعكو والي تخلينا نخرجوا منه هاد الزيت ديالو لهذا ما تنضيفه لزيت هزبدة كيفما تلاحظوا معايا وتنضيقوا نضيفه في البيض المدة اللي حادث معايا تنضيف جوج بيضات بحرارة المطبخ والحجم ديالهم متوسط وتنضيقوا الثاني مزيان كل رابعة ديالكوكو تتاخذ معانا تقرب بيضة إلا بغاية تقسم المكونات فهاتو ما لاحظوا معايا انا تندخل في البيض وأنا تندعك بعد كفخوني ديال ايديا وهذا كدريك هاد ينخرجوا زيت ديالكوكو وكده هادوكو السكار غادي يدوب وغادي يزيد ايديا كلينة الانجينة ديالنا تنضيف البيضة التالتة تنفقه ونضغ انضيفها تدريج هين هنرا كيفما قلت لكم عندي بيض الحجم دياله متوسط وتنعبك بليك او تاني كيفما تلاحظوا معايا إذا تشربت هاد الكمية كاملة فهذي نضيف النص اللي بقانية ولاحظوا معايا القوام اني تنحصلوا عليه مخصوش يكون ناش ومتقوش جارية في ايدينا بزا فهذي تحسو بها بأنها معنك عجينة وهي معنك في ايديكم إذا جمعتوها تنجمع وستكون الطريق في نفس الوقت فموجما نمدة لتتفض معاكم اربعة دقائق حتى خمسة دقائق غادي نغطيها ونخليها غايت نشوف واحد شوية المدة ندير عشرة دقائق ونبدوه في تشكيل غادي نحتاجه واحد الميتين جرام من السقار الناعيم واحد ثلاثة المعب كبار من ماء الزهر ونبدوه في تشكيل تنفيها هذي حجم حجم تقريبا واحد المشماشة صغر من المشماشة ما بين قرقاها ومشماشة تقريبا المهم الحجم تبقى لكم نتوم الإختيار حتى تفقية دقائق تقريبا تبقى لكم نتوم الإختيار بقيتها صغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة بالحجم اللي عطيتكم دابرة متوسط وتستعمل دائما بالماء دي الزهر ماء الزهر تعطيها نكهة رائعة نكهة من مستعرف ماء الزهر من المطيبات دي الحلويات ومن حد المكويلات لما تستغنى في المطبق المغربي فتتعطينا نكهة جميلة لهذه الزهريبة أو لهذه المهلكة ومن هالنيت تساعدنا باش ما تلتسق شلينا في إيدينا وتشكيل ديالتي يكون نقساها نشكلنا سنوضعوه في هذا السقر اللي عندنا في البول كيف ما تتلاحظوا معها هذين حاولو نغلفوها مزيان ونوضعوها في لطا اللي تنضينا بشوية دي السيت او لا تنبطوها بورق الفرن بسيكبات مثلا كذلك وبويتو تخلوها مقبة ممكن وممكن في ذلك تضغطوها بطريقة لتتلاحظوا معايا سنوضعو الأصبع ديالنا في الوسط ديالها تنجينا منفوخها من الجناب وشوية مضغوطة من الوسط وفادقتنا الفرن مشتعل من الأسفل والأحلى على الدرجة ال180 إلى كان فرن في كهرباء ونضعوها بالروف في الأوسط ونخلوها لمدة 12 حسب الحجن الحلوى ديالكم هذا الشكل الثاني بسيط وسهل تحتاجو فيه فقط السكين وهنا عندي كرس ملون سنقطعو الأنصاف ممكن تعلمو غير حبة ديالكوكو في الوسط يعني بلقشرة دياله أو لا بلقشرة فننفض الأنصاف ديالكارز اللي عندي ملون وتنوضها في القلب دياله طريقة بسيطة وسهلة نتمنى تجربوا هذه الحلوى لأنها تنجي حقا لديدة شي حاجة لغزالة لا بالنسبة للطعم ديالها ولا بالنسبة للذة اللي فيها وكذلك لكتعليكة فماشاء الله حلوة لتساحق سكون على الموائد ديالنا سواء المائدة ديال العيد أو للموائد العادية فما سنحتاجو للقوالب لا قطاعات للتحاجة ماشاء الله فول دي حداي سمح لي وصافي نكمل تشكيل الحلوى وغادي ندخلها نفس المدة ديالتها كما قلت لكم ما بين 12-14 دقيقة ما تباعدوا شي لها ووضعوهم متباعدات شوية عن بعدياتهم لأنهم الحجم دياله ما تزيد نتافخ وتتكبر مهانة الحجم تكون أكبر من هذا اللي تتلاحظوا معايا كيف ما لحظتم معايا تقنيات ما معقداش تقنيات اللي هو مبسطة كوكاو بمكونات بسيطة فيها غي كوكاو سقار يعني في حاجة اللي والبيض شوية قبصة ملحة صافية تشيني فيها يعني ما فيها شي حاجة اني زيدة ولا شي حاجة مكونة لها بسيطة حصلنا على هذا البلاطو الرائع لعاطين العين بلاطو ماوي ملكي ثم بخلي أن نقل لكم بسحة الراحة وما تنسونا سنتفت على زر الإعجاب والمشاركة ذي الفيديو تعليقات